طالبت مصر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمعاقبة الحكومة القطرية بسبب انتهاكها القانون الدولي وقرارات المجلس وعن رأسها تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب جاء ذلك في معرض الرد المصري على الرسالة القطرية إلى مجلس الأمن التي اتهمت فيها الدوحة القاهرة باستغلال عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية إذ أكدت مصر أن للدوحة سجلا طويلا في دعم الإرهاب وتمويله مليئة بالمغالطات والأكاذيب كانت رسالة الدوحة الموجهة لمجلس الأمن وفقا للقاهرة فرسالة القطرية التي اتهمت مصر باستغلال عضويتها في المجلس وترأسها للجنة مكافحة الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية فندت من مصر وذلك في خطاب وجهه من دوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمر أبو العطاء إلى رئيس مجلس الأمن حقائق عدة قدمتها القاهرة في معرض ردها والتي تضحض مضمون الشكوى القطرية أبرزها الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب والتي تجري عكس التيار القطري وهو ما دفع القاهرة في السياق ذاته للمطالبة بمعاقبة الدوحة التي تتشدق بدورها في مكافحة الإرهاب في حين أنها في الواقع تدعم الإرهاب ماليا وأيديولوجيا في مخالفة للاتفاقات الدولية وقرارات مجلس الأمن القاهرة اعتبرت في ردها أيضا أنها لا تستغرب الموقف القطري من مصر لا بل تعتبره طبيعيا خصوصا إذا ما أخذ في سياق السياسات التي تنتهجها الدوحة من دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى فالجانب القطري وفقا للقاهرة لن يتفهم أساسا ماذا يعني التزام دول الأعضاء في مجلس الأمن بالقرارات الملزمة وعلى رأسها المتعلقة بمكافحة الإرهاب مصر لم تنسى كذلك في معرض ردها التذكير بسجل قطر التي تحاول الدوحة الالتفاف عليه عبر سياسة الشكوى والمظلومية فالقاهرة أكدت على سجل قطر المعروف بدعم الإرهاب والمدعوم بتقارير دولية أبرزها تلك الصادرة في ليبيا والتي فاقمت من معاناتها ومعانات الدول المجاورة وصولا لعواصم أوروبية ضربها الإرهاب مصر أكدت أيضا أنها لا تستغرب الشكوى القطرية ولا مضمونها فهو يخرج وفقا للقاهرة من دولة تخالف اتزاماتها الدولية بل وتسعى لهدم كل الجهود الساعية للقضاء على آفة الإرهاب وهي الآفة ذاتها التي تتخذها الدوحة نهجا واضحا وصريحا لها ومعانا من القاهرة الخبير في شؤون دولية في مؤسسة الأهرام دكتور أحمد سيد أحمد أهلا بك دكتور عبر سكاي نيوز عربية هل فعلا لدى الدوحة خشية من رئاسة القاهرة للجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي لذلك تقدمت بهذه الشكوى رغم ضعف كل الأدلة وكل ربما التفاصيل في داخلها يعني بداية قطر هي بتحاول استباق الأمور هي تعرف جيدا أن رئاسة مصر لمجلس الأمن هذا الشهر ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب هي تنضي قدما في محاربة الإرهاب ومعقبة الدول التي تمول الإرهاب وبما أن مصر والدول الأربعة الدعية لمكافحة الإرهاب لديها سجل دامغ وواضح وأدلة وبرهين على تورد قطر وكشفها أمام المجتمع الدولي وأمام مجلس الأمن بإدانتها وتمويلها الإرهاب وهو ما يعد انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي وحزمة القرارات العديدة المرتبطة بالظهر الإرهابية ومعقبة الدول التي تمول إرهاب فإن قطر تحاول أن تلعب على فكرة المظلومية وتوجه التهمات السياسية جزافا كان الرد لمصر اليوم واضحا في رسالة مندوبها لدى الأمم المتحدة هو أن قطر لديها سجل أن مصر تنفس قرارات مجلس الأمن الدولي خاصة عندما نتأمل هذه القرارات منذ عام 1999 القرار 1269 اعتبر أن الإرهاب هو أحد مهددات سلم والأمن العالميين ثم شهدت فترة بعد 11 سبتمبر حزمة كبيرة من القرارات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية بالدول التي تدعم الإرهاب وخاصة القرار المرجعي 1373 لعام 2001 والذي ترطب عليه أيضا إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب هذا القرار هو أكبر وألزم الدول وفقا للفصل السابع من المصاق بأن لا تمول الإرهاب ألا تقدم الدعم المالي واللوجيستي وكل أشكال الدعم أو تحتضن عناصر مجهولة كل هذا بيعني أن قطر هي وفقا لمعايير قانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي هي دولة منتهكة للقانون هي دولة تدعم الإرهاب وبالتالي لابد أن يتخذ نجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي من دوبة القاهرة كان طلب الثلاثاء الماضي قبل أيام وقبل هذا الشكوى القطرية ببحث العقوبات المفروضة على عدد من الدول المتورطة في دمويل ودعم الإرهاب قبل انتهاء عضوية مصر نهاية هذا العام الداخلية المصرية لجان برلمانية أيضا تقوم بإعداد ملفات لتورط الدوحة بعدد كبير من العميات الإرهابية والهجمات داخل مصر هل هذه هي المخاوف المباشرة للدوحة لتقديم هذه الشكوى اليوم؟ يعني بالطبع في خلال الشهور السلاسة الماضية استطاعت مصر عبر أدواتها في مجلس الأمن الدولي ورئاساتها لجنة مكافحة الإرهاب أن تتخذ عدد من الخطوات المهمة يعني في مايو الماضي تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٤٤ الخاص في مكافحة التطرف وإيدولوجيا الإرهاب وخطابة القراهية والتمويل وهذا ينطبق على قطر أيضا منذ أيام تم تبني القرار ٢٣٠ الخاص بمنع وصول الأسلحة إلى الإرهابيين والآن الخطوة الثالثة المهمة وهي تفعيل نظام العقوبات الدولي لأننا نعرف أن منظومة العقوبات الدولية الخاصة بمجلس الأمن الدولي والخاصة بالإرهاب بشكل عام يتعاني من صغرات واضحة وحقيقية أولا أنها لم ترضع الدول عن تعم الإرهاب لم تؤتي سمارها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وإنما كان الجانب السلبي في وجود تدعيات وأثار سلبية اقتصادية واجتماعية على الشعوب وكانت أشبه بمسابة العقاب الجماعي ولذلك كانت مبادرة مصر الأولى من نوعها في تحويل هذه العقوبات من عقوبات تقليدية إلى عقوبات ذكية تستهدف الدول والمنظمات والإرهاب في إطار أن معالجة الظهارة الإرهابية ليس فقط استهداف الإرهابيين أو من يقومون بالعمال الإرهابية ولكن السجل التراكمي وجزور هذه الشجرة من بدايتها من حيث الدول التي تمويلها الدول التي تقوم بعمليات غزة الأموال وتحويل هذه الأموال إلى الإرهابيين وهو ما تقوم به كتر وبالتالي عندما تطبق العقوبات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وفقا للإطار القانوني فإن قطر تنطبق عليها كدولة رعية الإرهاب كممويلة الإرهاب كدولة دعمت منظمات إرهابية هي ارتبطت به جابعة النصرة القاعدة سابقا والذي صدر قرار في مايو 2005 خاص به ومنع الدول أن تمويله أو تقدم له الدعم أو كذا قطر متورطة في عمال إرهابية في ليبيا الجماعة المقاتلة والجماعات الإخوانية وجماعة الإخوان في مصر هي تستضيف مجموعة من رموز العمل الإرهابي مستعالي الصلابي والقراضاوي وغيرهم كل هذا بيعني أن قطر تواجه حسارا دوليا لكن المهم ليس فقط الانكشاف السياسي ولكن الآن الخطوة المهمة هو التحرك القانوني على مستوى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات وتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي لحسار واحتواء الدور القطري في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية مجلس النواب المصري اليوم عدد كبير من النواب تحدث أيضا عن ضلوع الدوحة في عدد كبير من الهجمات داخل مصر وهو ما يفرض مواجهة فورية وعقوبات طارئة من مجلس الأمن الدولي هل فعلا بدأ البرلمان المصري يعني داخل اللجان البرلمانية بحث هذا الأمر وبحث هذه العقوبات وتفصيل عدد من الهجمات حيث أثبتت التحقيقات ضلوع الدوحة وتمويل الدوحة للجماعات في مصر يعني بالطبع هذا التحرك من جانب البرلمان ليس هو جديدا هو تحرك قديم هناك خطوات من جانب البرلمان وخاصة لجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لرصد وتوضيح سجل قطر في دعم الإرهاب في مصر حتى عندما تتكلم مصر أمام المجتمع الدولي تتكلم بلغة المصدقية وبالأدلة وبالبرهين وليس للتهمات جزافا هناك تورد قطري سواء بدعم جماعة الإرهابية يعني في شهر مايو الماضي تم استعدف الجيش المصري 12 عرب مدرعة كانت قادمة من الحدود الغربية من ليبيا تحمل أسلحة ومتفجرات كان وراءها قطر وهناك أيضا انتشار جماعة بيت المقدس ولواء حسم التابع للإخوان كل هذه الجماعات تحصل على الدعم المالي واللوجيستي من عناصر موجودة في قطر تحت يحتضنها النظام القطري وبالتالي هنا التحرك المصري هو يأتي في إطار الالتزام بالقانون الدولي المادة 51 بحق الدفاع الشرع عن النفس ضد أي اعتداء أو ضد أي عدوان وهذا العدوان تطور لم يكن فقط عدوان عسكري من دولة أخرى ولكن العدوان به العمال الإرهابية بدعم قطر للتنظيمات الإرهابية في مصر واستهدافها رجال الأمن والجيش والكنائس وغيرها من الأمور ويعني الفكرة هنا الأساسية أن مصر الآن تتحرك بمنطق القانون الدولي هي تتحرك في إطار بينما قطر تتحرك سياسيا يتحاول تلعب على فكرة العلاقات والمصالح ولغة العلاقات الدولية لكن مصر نعم تتحرك من منطق القانون الدولي أي رات ستنجح إليها القاهرة بعد هذه الرسالة الشديدة لهجة في مجلس الأمن إترأى الشكوى القطرية ما أعنلته أيضا البعثة المصرية في مجلس الأمن بأنها هذه الشكوى من الدوحة مليئة بالمغالطات والأكاديب ما هو المسار القانوني الذي استلجأ إليه القاهرة يعني أعتقد أن المسار القانوني والذي بدأت فيه مصر وسستمر فيه هو كشف قطر أمام المجتمع الدولي هو أن يكون لمجلس الأمن الدولي كجاهة مناطبها حفظ الأمن والسلم الدوليين وبما أن الإرهاب هو أحد وأكبر مصادر تهديد السلم الأمن الدولي وبما أن هناك دول تدعم هذا الإرهاب الذي يهدد السلم الدولي وعلى رأسها قطر فإن مصر التحرك لمصر والرسالة هي ستكون في إطار مجلس الأمن في إطار تقديم الأدلة والبراهين على سجل قطر في دعم الإرهاب هو سجل كبير ومعروف وبيه أدلة دامغة سوف تتحرك فيه الرد القانوني على قطر وكشفها وعزلها ومحاولة اصدار قرارات لفرض العقوبات على قطر وعلى كل الدول التي تدعم الظاهرة الإرهابية سبق أن طالبت أيضا القاهرة بفرض عقوبات وأيضا محاكمة الدولي حتى تحت الفصل السابع وقد يكون ذلك مسار طويل لتطلب أيضا إثبتات وأدلة قد تقدمها أيضا القاهرة أمام مجلس الأمن الدولي في الأمام المتحدة يعني بالطبع مجلس الأمن هو كل قراراته الخاصة بيئة الإرهاب وفقا للفصل السابع من المساق هذا يعني أنه ملزم لكل الدول وأنه يتضمن في طياته عقوبات فرض عقوبات سواء تجارية أو اقتصادية انتهاءا بيئة العقوبات أو العمال العسكرية لردع العدوان أو الردع العمال الإرهابية التحرك المصري وعدوتها في مجلس الأمن الدولي هي معالجة الظاهرة الإرهابية بشكل جزري ليس فقط قطر ولكن كل الدول التي تدعم الظاهرة الإرهابية المشكلة أن الإرهاب فيما مضى في خلال العقد الماضي لعبت المصالح دورا مهما ولغة السياسة على لغة القانون كانت هناك مصالح من جانب الدول القبرى في تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي في التغاضي عن الدول والتنظيمات بل بالعكس استخدمت بعض الدول هذه التنظيمات الإرهابية كأحد أدوات لتحقيق أجنداتها في صراعات المنطقة وفي أعزمات المنطقة ولذلك دائما الرؤية المصرية تقول أنه إذا أراد أن أردت المجتمع الدولي أن يواجه الإرهاب عليها أن يكون هناك تعامل واضح تعامل بشفافية أن تكون هناك تنفيذ لقرارات مجلس الأمن الدولي أن يكون هناك تعاون دولي لأن كل الدول الآن أصبحت ساحة للإرهاب وبالتالي هو يؤكد أن مصر ماضية في هذا المصار لعزل قطر وفتحها وفرض العقوبات عليهم دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الدولية في مؤسسة الأهرام كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك